أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد على الشراكة الحقيقية بين فريق البحرين ميردال الدراجة الهوائية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي تجسدت من خلال الحضور الواسع من قبلها وذلك في المؤتمر الصحفي الذي شهد الإطلاق الرسمي للفريق وأشار سموه إلى أن التواجد الكبير من قبل وسائل الإعلام المختلفة في حفل إطلاق فريق البحرين ميردال الدراجات الهوائية وتسليط الضوء عليه ومنحه مساحات واسعة جاء ليؤكد أهمية الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وسيضع البحرين في دائرة الاهتمام العالمية نظرا للأهداف الرياضية والترويجية التي يحملها الفريق مضيفا سموه أن التغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية متناسبة تماما مع الحدث الرياضي الكبير بإعلان دخول فريق البحرين ميردال إلى حلبات سباق الدراجات الهوائية والذي سيكون رقما صعبا في مثل هذه البطولات التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كما بيّن سموه أن الأيام المقبلة ستشهد الظهور الأول لفريق البحرين ميردال الدراجات الهوائية في البطولات الدولية المعتمدة والتي من المؤمل أن يحقق فيها الفريق نتائج إيجابية عطفا على القدرات والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها دراجو الفريق مؤكدا على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام التي ستكون لها الأهمية الأكبر في تسليط الضوء على الفريق ومشاركاته الدولية وأكد سمو الشيخ ناصر أن فريق البحرين للدراجات الهوائية قد رسمت له خطة مستقبلية بعيدة المدى يكون الهدف الأسمى منها هو الترويج للمملكة البحرين ومنجزاتها وتاريخها وثقافتها وما وصلت إليه من تطور ونماء بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات الرياضية باسم البحرين ورفع علمها عاليا في مختلف المحافل